بفقرة بيت البيوت مع المهندس عماد سالم اليوم معنا الوين منسميها نيوترل هي عماد بس هي الموضة هي اليوم التريند وهلا رح نحكي عنها أكثر صباح الخير أول صباح النور عم نحكي انطلاءا من المعرض يلي سار الأسبوع الماضي بميلانو اللي هو ميلان ديزاين ويك عادة نيوترل كل سنة نحنا كم هنسين لأنه هو بيطلق للتريند لسنين الجاي مش بس حتى لها السنة هي عادة لسنين الجاي يعني مثل ما في معارض يعني موضة صحيح كمان في ميلان ديزاين ويك يلي انطلق الأسبوع الماضي صح ويلي خبرنا شو هي للتريند وانت رح تخبرنا عنها هلا صح لنيوترل بس نقول نيوترل يعني كازا مرة هيك استعملتها انت هالكله معنا بالحلقات يعني هيد الألوان الهيدية ريئة يعني أوقات هيك بنقلها بيخة بيخة برغبا بايك ما هيك انه ما فيها تتش بس انت اليوم بهالحلقة رح تخبرنا كيف هالألوان البيخة بتكون حلوة سير هيك ملفتة 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 قبل بما انو حكينا عن ميلان ديزاين ويك خليني اعطي الترنديت هلا لطلعت او اهم اشياء صارت بميلان ديزاين ويك ميلان ديزاين ويك هو اذا بدك معرض سنوي بيصير بس على لفل اذا بدك كتير عالية نحنا كا ديزاينرز منحب نشوف شوف اشياء جديدة طلعت هلأ دفنت لي اذا بنحط اول صورة وخليني احكي شوي عنه ميلان ديزاين ويك رح اخطوصله شوي بخمس نقاط بركة أساسيات ورح تكتشفى ماجي انه هيدول الخمس نقاط نحنا كنا حكينا عنهم وبلشنا فيهم عبر سنتين ثلاثة بس ميلان بميلان اذا بدك شوي بتصير الاشياء ارقة في كتير معارض بالعالم بتصير ونحنا بنعرف وكل هنسين وما حدا بيخبئ انه في معارض ان كان بالصين او ان كان بامريكا بس بيضل انا ميلانو ديزاين ويك هو انه صنفر للانطلاء عمي شوفها الصورة شو بتقول صح هيدا الصورة هي اذا بدك صور او مقتطفات من ميلانو ديزاين ويك ورح احكي عن اهم خمس اشياء انه هجد يتهلق بميلانو ديزاين ويك اهم شي بميلانو ديزاين ويك اللي صار هلأ اكتشفنا انه صار فيه يعني الاعمال اليدوية رجعت انطلقت بقوة وعم نشوف كتير اشياء فرح نشوف كتير باي رح نشوف كتير اش وهيدا شي مش غريب بعد ما حكينا عنه شي هي الاشياء الدرجة هلأ اللي كان الجابان دي ستايل والكان الكرافتمنشب والكان الرجع على الطبيعة يلين احنا بس اللي حلو بالموضوع انه رجعنا نشوف الكرافتمنشب بطريقة راقية بطريقة غالية شوي يعني مانا اشياء بتموت صارت الاشياء دورابل صار فيها البالنس بطلت اعمال يدوية رخيصة اذا بديك صارت اعمال يدوية غالية رح نلاقي الميرانو فات فيها الفيرسوفلي رح نلاقي الحديد البراس مع الاش مع الاشياء الطبيعية شغلتانة مهمة وحكينا عنه قبل هي الكورفد لاينز الكورفد لاينز يعني الكنابيات او المفروشات اللي صار عندها انحنائية كورف وكننا حكينا انه السنة الارتش الارتكاد رجع الدرجة والكنابيات اللي عندها كوربة معينة رجع الدرجة وشغلة تانية صار فيه اذا بدك علاقة حلوة بالبيت يعني صاروا عم يشتغلوا على المايندفول قاعدة هيك يكون البيت اذا بدك فيه علاقة يشبهنا اكتر كرمال هيك لو كافي تيبل رجع الدرجة تي يخلقوا هايدي الكومينيكاسون بس يكونوا قاعدين العالم نفس الوقت عطوا اهمية لها الكرافت منشط الادوات ديزاين اللي نحطيت تتصير نبينة اكتر بطري تبلوكاج او نضطر نشيلها تما تحجو بالعين من الالوان اذا بدنا نطلق على الالوان شو الالوان اللي اخطر شي عام نشوفها شفنا كتير بلو نايفي بلو تحديدا يعني كل ما تبرمي كل ما نشوف نكون انا حضرت فيديو تقريبا شي ست سبع ساعات مع الدالون الفيديوات اللي حضرتون دايما عم تلاقي تاتش البلو موجودة دايما عم نلاقي تاتش الجرين وخاصة نسميه حكينا عنه هو سيج جرين يعني الاخضر الزيتوني شوي نحنا منعف من الزعتر شوي السيج هو شوي من الزعتر لون القصعين وكمان الارانج الليبسو انت مثلا تقريبا صحيح تقريبا الليبسو انا والترا كتة كل الارانج المشتق من الارض يعني رح نلاقي الابريكين بيدي رح نلاقي الارانج كل شيء الارانج الملونة كل شيء طالع من الطبيعة كرمل هيك اسمون هيك يعني الاخضر الحشيشة اذا بديك النيفي بلو يلي طالع من البحر والترا كتة ونحنا جبنا هلأ هالألمان رح نشوفك رح نستعملها كتير بالنيوتر الكارل وشغلة كمان مهمة رجعنا للنيتشر والبيوفيليك ديزاين يعني كل علاقات أو كل شيء كل ما عنا بيت عنا منظر طبيعي أو عنا علاقة مع عجنينة صار عندها أهمية أكتر بالأنتريور حتى فوضنا الجرينيري لجوه وهي شغلة كتير مهمة وآخر شيء ساستينبل أركيتكتر أو الساستينبل ديزاين فما بقى عم نعمل ديزاينيات بلاستيك بتنكب أو نزهق مننا صار كله ساستينبل كان من الطبيعة أو كان بالهندسة انجرو على الجنرال حتى الروسيكلاج رح نلاقي كتير أدواتنا عملية من أشياء روسيكلية كنا عم نشوف هلأ على الكاميرا اللي موجودين قدامنا صحيح هون بالستوديو مثل مثل الألوان الترافية تربطتها شوي ما بيأسير هلأ رحكي عنا رح أرجع زبطها خلينا نرجع لكينا على النيوترول صحيح خلينا نرجع على النيوترول كالور إذا منحكي النيوترول كالور إلنا بنا نعطي ثلاث أسرار للنيوترول كالور تكسير بيتنا خلينا أول شيء ننطلق الشو هن النيوترول كالور أول شيء في عنا شيء يسموه إذا منطلق من أول صورة في شيء يسميه وارن كول sized أو ج MH يعني يعني ضافة ينا solutions بد شو هن النيوترول كالور Cl estructural أول شيء نبلش إذا منحط أول صورة مواه هو كثير واضح أول شيعة عندنا الألوان النوترول اللي نعرفها يسميه pure neutral اللي هي الج‬ удоб المور جينا هل هن الألوان الأساسية بعدين منسمي نحن عنا نير نيوترول يعني ناتر القريب يعني نير يعني منن هول الأربع ألوان اللي هن عادة بيكونوا الكرام الباج أو منسميه نحن طوب الطوب القريب يلي رح نلقيه من هولي يعني بين الجراج وبين الباج شوي وفي عنا الألوان الوقت هذا بنا ندخل الألوان منسميه ألوان مانا ساتوري يعني مش الأورانج القوي الأورانج المخفف ومش البلون الأول البلون المخفف هون بينقصمه لقصمين يعني عنا الورم نيوترول أو الكل نيوترول نحن بنعرف إذا اشتغلنا مثلا بني ماجي رح يكون بيتنا كتير معطمة ودافة فبدنا نفتحه بدنا نبرده شوية نستعمل معه كل نيوترول وإذا العكس هو كتير مضوي وكتير أبيض بدنا ندفيه شوية بنحط معه الورم نيوترول شو هن الورم نيوترول؟ الورم نيوترول هن كل الألوان المنا ساتوري برجع أقولي اللي هي مخففة بعدد درجات بعدد درجات حسب زوءنا نحن المنحبه اللي هي نطلقها من الأحمر من الأورانج من اليالو نسميها أندرتونت أو الكول المنبرد فيها هي الأخضر المخفف أو الأزرق المخفف أو الفيولي المخفف هول بالنسبة لأول سرق من الألوان فهي دولة فينا نبرد أو ندفي فيه شغلة تانية بدنا نحكي عنها أو سرطين يعني هو light and dark accent يعني الأكسان دايما بقول أنا هيدا التوتش ياللي بتضوه فإذاً يا فيها الأكسان تكون بتضوه تكون light يا الأكسان بتكون بتغمي أهم أكسان بنحكي فيها وأنا دايما بحبها وبحب استعملها هي لبلاك أكسانت يعني أنا دايما بحب حط توش بلاك وإذا لحظت بالبالتات هيدولة دايما عندي توش أسود رح نحطها نحن بالكوشنز إذا بدنا نحكي على الماتيرير ممكن بتابلويت حلو نحط أكسان نوار ممكن هلأ داريش بسبوتات أو بالراي السودية اللي هلأ بالإضاءة صار سيحنا نحط هيدا 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 التوش الأسود فإذا ما نحط الصور نلاحظ فينا نحط حتى باريكزامل مي كونسول أسود بإليما باسباس كتير كتير فاتح أو كتير أبيض هيدا الأكسان الأسود برجع بقول إذا عم نستعمل هيدا ننسى نيوترن إذا عم نستعمل الألوان كتير غامقة وبدنا إياها تلفط النظر أو تضوح نحط حتى أسود أوكي تميك يعملوا بلاندينج مع بعضهم بشكل منو حلو وهي نفس الشي تتطبق على الألوان لنيوترل هلأ من الأكسانات اللي فينا كمان نعطي هالأكسنت التتش تبعنا مش ضروري الأسود فينا نعطي أكسنت بالجرينري بالأخضر فدايما إذا عمنا تخيل بيتنا كله أبيض إذا حطينا توش جرينري كمان هيدا الفردور مثل ما راح تطع معنا هلأ صورة هيدا الفردور كمان راح تعطي هيدا الأكسان التاني العكس تمام إذا عمنا نحنا نيوترل ديف كتير أو بيخ كتير مثل البنة فينا نبرده بالأكسان بالأكسان نفتحه يعني الأكسان اللي لنا عنه نقول إن كان بلو فاتح أو أزرق فاتح أو هيدول كان بدي أحكي على شيء بس هلأ راح تطع الرأس أنا عم بحكي عنه فإذا قلنا النيفي النيفي فينا نكحل بالنيفي إذا ما بنا نكحل بالأسود فينا نكحل بالجرين والبراون فينا نفتح فيه هيدا آخر شغل أو آخر سكرية بدي أحكي عنه هو الناتشرل and تكستشور ألمنت اللي بنا نفوتون يعني بنا نفوت إشياء تكستيرات وتتكون عندنا إشياء نوتروم بتمنب نقع بهيدا البييخة اللي عم نحكي عنه هيتا نفوت تكستير نحكي عنه مثل ما هو واضح وقت أمسكتي ماجي البلات هيدا لحظت أنه فيه أقمي شوي هي بلاند بس فيه عندها تكستير مميزة وين فينا نفوت التكستير التكستير فينا نفوتها بالبرادة بالبرادة يعني إحنا البردية تبعنا فيها يكون عندها تكستير حلوية شو التكستير الحلوة بالبردية فيها تكون حرير بتاعتها اللمعة فمنحس أنها ميزة فيها تكون لنن لنن هيك منفصلة سي ثرو تنقشع كمية رح تعتها هذه الفيلينج الحلوة فينا نستعملها بالسجاد السجاد هلأ رجعنا داريج إلنا داريج القصب ودرج القش كتير فنحنا إذا بس يقطعوا الصور رح يشوفوا أنه أنا مستعملها كتير بالبروجيات التبعي فإن كان قش إن كان قصب مقصبة نحنا منقولها مقصبة أو فينا نستعمل الخشبيات يلي هي كمان تفرق التكستير إذا كان عندنا كله مونوكروم فتاتش الخشب مع تاتش تانية ملنة خشبية رح تعطينا هيدا اللوك فينا نستعملها كمان ماجي بالكوشنس يعني فينا باللدر بالكوشنس فينا نحط جلد فينا نحط فرو فينا نحط جتة جتة فرو على الكنابية فهيدا كمان بيزيد الأدشن كثير حلوين هيدا التكستير اللي عم تحكي عنها مبينة فوق على شمال صحيح ولحظة ما يجي الكوشنس هي الباز هي ناتر بس لحظة الكوشنس كيف بيعطو ولحظت أنه هن مخففين هن منهم صح منهم قوية منهم ألوان قوية وأهم شي كمان فيه يقوله وهو درجة كتير وحكيت عنه هو البراش برس يعني النحاس البراش منهم اللميع كتير الكروم فهيدا كمان فيه تزيد تكستير علينا إذا منرجع على الألوان البلات اللي كنا عم نحكي عنه هون هولي فإذن اللي عندنا عالطاولة بالنص هي كلها ألوان ناتر فلاحظة هالألوان الناتر وسيئة بيت نحن عم نستعمل هول كلهم بلاتات عم نستعملهم عندهم من المكتب لبروجيات صحيح يعني تبني عليهم عم ببني عليهم والغريب أنه هن هن هلأ الدرجين يعني فلاحظة نحن لا شغاليا فينا على الألوان هنه زيتون صحيح وهلأ أنت عم تأكدنا أنه هيدا 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 الألوان هلأ كتير حتى كريانات عم يطلبوهم يعني عم يروح على هالألوان صاروا يخافوا يمكن إذا بدك من ألوان الجريئة لأنوا عارفين مع الوقت محرع مرحضاين والدليل أنه رجعنا لهالألوان الترابية اللي منحبها ومنزيد عليها هالتاتش ونفس الشي إذا تبعنا نموضة فينا صار فينا نعرف كيف نضويهم وكيف نسلق إذا بدك بيتنا ما يبين بيخ هؤل الأسرار اللي عطيتون إذا بدك أو النصايح اللي عطيتون هن تلات نصايح بيساعدونا إذا عابدنا نروح بالنيوترول كالر كيف ما يبين بيتنا بيخ حلو تابعوني عماد وقتا يعني بيجوا يعني أهل البيت بيقولوا لك أنه نحن بدنا نشتغل النيوترول لأنه كمان هو بدايا إذا أنا حطيت تاتش من يلي أنت عم تحكي عنه في نشيله غيره زيده دي مهم يعني كمان أنه ما فينا مثلا واحد كل سنتين يغير بيته يعني ممكن كل خمس سنين تغير التاتش يلي فيه هيدا أهمية النيوترول لأنه الباز النيوتر هي بتسمح لنا أنه نكحل ونغير بأسرع طريقة بينما الباز القوية رح تأسرنا أقدس صح هلأ في كتير كليانات بيجوا يمكن ما بيعرفوا الكلمة نيوترول كالور أو هيدا بيقولي عماد بدنا تون سور تون يعني ما بدي نتبوض ألوان أو ما بدي نعجر بدنا تون سور تون هلأ أوقات النقع بهال إذا بدك الكون فلين إحنا والكليانات وقتا إلا بدي زدلك أسود أو بدي زدلك هيدا اللون بتنقز هي بخيل أنه بطلت بتون سور تون مش عارفة أنه يمكن هيدا التاتش هي اللي رح تكحل هي اللي رح تكحل هالبيت ورح تخلي عينها ما نقع بهالبيخة مثل اللاينز اللي حكيت عنهم وقتا نطلع وننزل باللين ما يكون ليني أوريزونتال كتير نصايح يبركي إذا بيرجعوا عندي على صفحات الفيسبوك أو الإنستغرام بضل نحطن هيدولي وبضل نكررون تألفت النظر والحلو موضوع ماجي أوقات يكبر قلبيك يعني بيقولي جمعة الماضي عمنا حلقة حلوة بغياب كانت عن عن الجاردنز وسيقة بيت دقت لي مدام رحت لعندها وكان كتير حلو الموضوع سيقة بيت عم تعمل بيتها من سنة ونص وانا بجهلة تحية وقلت لي عماد أنه سيقة بيت كل ما قوسها لبارت بدأ عملهم كان بالكتشم كان بالكتشم كان بالكتشم كان بالحيطان تسيقب أنت تحكي عن الموضوع فلحقتك فلحقت الستيبس يعني وهي فوقها هيدا النيوترول بالات وقتها رحت شفت بيتها قلت خلص بدي أحكي عن الموضوع لأنه هي تبعتها لأنه كنا حكينا عنها قبل نعم ووقت حكينا هلأ على الجاردان سيقة بيت وصلنا للجاردان وطلب يتنصي هذا اللي بدأ لك يعني أوقات عماد يعني هي أهمية هالفقرة بالذات يعني يلي صلى سنتين مستمرة أنه عم بتعلمنا تبس أو قصص نحنا فينا نعملها فينا يمكن نستشيرك عبر وسائل التواصل فينا إذا تبعنا هالمواضيع فينا نركب البيت ديكارو متل ما نحنا منحب ومتل ما هو دارج لأنه أوقات تاتش صغير يعني متل ما قلت لأنه عم بتخيل أوقات إذا كانت هيدا الألوان النيوترول وحدا خايف رح تطلع كتير بايخة صحيح يعني يفت واحدة على البيت عن جد بيلاقي هيك بارد ختياري شوي ماجي لاتس فيست يعني هيدا الألوان البنة والباج إذا مروح بيوت أهالينا من زمان كان قوضنا كلها بنة صح كان قوضنا كلها باج يعني ما كان عندنا هالجرأة فهي رجعت ما نرجع لورا يمكن هيدول التاتشات أو هول النصايح اللي عم نعطيهم رح تسمح يبين بيتنا مديرن أكتر صحيح لكن هيدا هي التراند هلأ بس تقول تراند عماد وتقول أنه أنتو كديزاينرز تهتموا باللي عم بيصير أكتر شي بميلة لأنه هو يمكن الأطخم صح قدي بتضلها هالتراند يعني أو بتصير ينزيد عليها شيء كل سنة قدي بتضايا ينزيد عليها شيء كل سنة مثل ما قلت بس أكيد التراند وقت نحكي بالإنتيريار ديزاين منا تراند سريعة يعني منا تراند بتخلص بنص سنة أو سنة وسنتين أول شي تلاحقوا المعامل يشتغلوها ويصنعوها وتطلع وشغلة تانية نحنا منلاحظ هي مودة في بتكفي معنا كرمال هيك تراند ميلان وقت قلت عن تراند ميلان هي التراند اللي بيطلع من ميلان بتمشي معنا لسنين لقدم طي يطلع شيء كتير جديد أو يتغير شيء بالبلد أو بالعالم مثل ما صار بكورونا وجبرتنا نقعد بالبيت ورجعتنا للنطير بدون ما نعرف يمكن هيدا كانت تريجر الأساسي أنه ليش رجعنا للبيوفيليك ديزاين وللنيتشر ورجعنا للستايل الجاباندي والطبيعة بعتقد قعدتنا قعدتنا بالبيت خلتنا نطوق أكتر تنطلع للطبيعة أو اللي راح عزل حاله بالطبيعة أو بالضيعة حس حاله بتواصل أكتر مع الطبيعة فلايك كيف ما بتعرف شو بيصير بالعالم إن شاء الله ما تصير إشياء سيئة توجهنا للإشياء تانية طبعا هي نمط حياة هذا اللي بيأكد كل مرة وقتها نحكي عن موضياتنا فبيتغير كل شيء ما منعو الطيقين أنه تكون البرادة مسكرة بدنا نفتح بدنا يعني ما هيك أنتم كتأثروا فيها كمان كديزاينرز؟ منتأثر أنه منتأثر بمد العالم إذا بدك يعني نتأثر بمد العالم أكتر هلأ منعو الطيقين هيدا الكلمة اللي بتقوليها الإلتية هلأ بسمعها كتير يعني بسرها أعمل ميوتينج سامتان عماد مني طيقة هيدا السجلي عماد مني طيقة روح البيت أبدا مع أنه أنا من نأيته مع أنه أنا مبسوطة فيه كنت من أربع خمس سنين هلأ محسي حالي خنقني فكتير هيدولي السيدات خاصة بقلول إياها وأوقات تلاحظ أنه تاتش كتير صغيرة أو موديفكاسون شوي صغيرة نحنا بنظرتنا من لقيها ممكن تغير روح البيت أوقات ما بدي أنسى أنه ستة البيت هي قاعدة بالبيت يعني هي مفكرة بالقوضة مئة مرة قبل ما أكتر منها نحنا أوقات بيكون بدها تاتش زكية مش منتبهت لها نعطيها إياها وبتحسها بتعمل فرق عودت على هالمسيحة بتجي أنت من بره بتشوف شو هي اللي ناقص مش هكذا عم بقلك أهميته النيوترل أنه فينا نغيره كل سنتين فينا نغير أكسسوارات والفوك البوينت اللي أنت بتحكي عنه يعني وما بتكليف كتير ساعتها رح نشوف هالقصص والأكيد على وسائل التواصل عندك عماد سالم ديزاين كل هالموضة اللي انطلقت من ميلان الأسبوع الماضي مثل ما قلت واللي رح تقدمتوها لسنوات الجاية أنتو كديزاين تتوصل عنها للبنان أصلا بدها سنة طبعا تتوصل مية بالمية هلأ بنصير نشوف المعامل يلي بلشت تشتغل بنصير نشوف بالجالوريات مثلا نفس تقريبا نفس الروحية نفس الروحية هي الألوان رح ينطلقوا الحلوة لسنة بميلان ماجي وشغلة كتير حبيتها بميلان أنه رجعوا رجعنا للأودغام رجعوا للرقي فما بقى رح نلاقي إشياء درجة بفترة بلاستيفية صح صناعة صناعة صينية هاي دي بارز أنت بتهرب منها وما بتحبها وتقريب تقفرها فكتير حلو هلأ أنه رجعنا للأودغام تشيله لأيمة يعني فبرأيه برأيه برأيه ما رح نشوفها بحيال لغالوري رح يجرب التجارة بتتقلد بس رح نقدر نميزها هالمرة وأنا هايدي شغلة بحبزها نحك كاليتة أحلى من الكاليتة منشوفها بكل البيوت أكيد شكرا عيمات سالم يلي بحب يتابع كل اللي حكينا عنه بيقدر يفوت على وسائل التواصل عيمات سالم ديزاين تا يعرف شو الموضة السنة وعن شو حكينا وكيف بيقدروا بهك تطش صغير تتغير بيوتنا أوقات كليا ترجمة نانسي قنقر